اشتركوا في القناة أسبابه وأعراضه طرق الوقاية والعلاج وهل من أسبابه أضوية والأسبابه نفسية وإيه أثروا على العلاقة الجنسية بالنسبة للسيدة ده هنعرفهم الدكتورة المشرفانة في الستوديو الدكتورة رانيا السيد عبد العليم مدرس العلاج الطبيعي الأصل العيني جامعة القاهرة أهلا بك يا دكتور شرفتينة التشنج المهبالي يا دكتور إيه هو التشنج المهبالي التشنج المهبالي ده بيبقى تقلص في عدلات المهبل بتمنى حدوث علاقة زوجية يعني مجرد تقلص في العدلات هو سببه التقلص في عدلات يعني بيحصل العلاقة تلاقيها الدنيا مقفولة فبيلنا حدوث علاقة زوجية دي بقى طبعا أسبابها أسباب تقلص العدلات ده بيبقى أشوارها أيضا؟ أسبابها ممكن تكون أسباب يقيمة نفسية يقيمة عضوية الأسباب بتاعتها بصفة عامة العضوية دي معتمدة على نوع التشنج المهبالي ده هل هو في نوعين منه في نوع اسمه برايمري اللي هو الأساسي وفي نوع بيبقى ثاناوي الأساسي ده بيبقى ليه أسباب لكن الثاناوي يعني هي كانت طبيعية وحصل لها مشكلة فبقيت كده طب خلينا نجزقها جوز جوز يا دكتور ونفسر أسباب كل واحد لو حديك قلت أنه هو فيه نوعين نوع أساسي ونوع ثانوي أسباب الأساسي خلينا نبدأ بالأسباب الأساسي إيه أسبابها؟ أسبابه ممكن تكون مشكلة نفسية حاجة حصلت في ذهن المريضة من قبل ما تتجوز حد قال لها معلومات خاطئة حد خوفها حد بيّن العلاقة دي على أنها حاجة غلط حاجات كثيرة نفسية ممكن تسبب الموضوع ده ممكن برضو طريقة البرتنر الشريك نفسه فيه حاجة ما نسميها انفيزيب بنيتريشن انفيزيب بنيتريشن يعني علاقة بشكل مفاجئ وسريع من غير مثلا مقدمات زي ما ربنا قال وقدموا لأنفسكم كل الحاجات دي ممكن تسبب اللي هو البرالما اللي هو البرالي الأساسي وده هيؤذي المشكلة أنه هو الموضوع بيبدأ الأول هي عندها كوف فبتعمل انكباض إيه يعني نتوى الكوف بيحصل انكباض العضلة بتاعت الرحود الأول هي بتعملها فولاندري بعد كده بعد فترة من كتر ما الموضوع بقى مرتبط بالحالة النسرية ومن كتر ما هو بقى مجرد الكلام عن السيرة دي أو يحصل الانكباض في عضلات المهبل دي وإغلاق لفتحة المهبل تماما مشكلة بقى الأكبر من كده أنه بعد فترة بيبقى الموضوع لإرادي بيبدأ المخ نفسه يرسل إشارات للمكان انه هو يتقفل يعني بيبدأ الموضوع بقى يعني مش under head control هي مش متحكمة فيه ويفضل الموضوع ده يعني مش بس وقت العلاقة الزوجية بيفضل الموضوع ده يعني موجود على طول عنده حالات في العيادة 4 سنين جوازه محصلش علاقة وفيه بقى شهرين وفيه 6 شهور وفيه 30 سنين يعني نتاكته طبعا ممكن يعني طلاء اكتئاب حالة نفسية واش على فكرة للنثمين طبعا للنثمين مش بس للسيدة بس طبعا مش لفرد واحد مثلا بيأثر على على الاكتفتي بتعيدها وعلى وبيعمل بيدخلها في اكتئاب وعلى طبعا احساسها بثقة بثقة بنفسها طبعا ده بيأثر على الثقة بنفسها فبالتالي بيأثر على حياتها ككل سواء علاقتها مع الجزهة علاقتها بالحواليها فتبقى يعني دايرة ملاقة بتسبب اثار سريبية كتير يعني المشكلة الاساسية فيه في النوع الاولي دايا دكتور دا هو الحالة النفسية الحالة النفسية او حدوث حاجة برضو هي نفسية بسيكولوجيكا بمعنى ايه في بداية العلاقة مثلا حصلت فجأة بدون اي مقدمات بسرعة من زر مقدمات كفاية كل الحاجات دي ممكن تعمل مشكلة نفسية يعني دي مهمة لان ممكن يترطب عليها مشكل تأثر بعد كده على الحياة كلها يعني الوقاية من الحاجات دي يا دكتور خاصة يعني ممكن سيدات تبقى حساسة زيادة عن النزوم في محتاجة فعلا نهاية تأهيل النفسي الاولي لموضوع العلاقة الوقاية من الحاجات دي بتبقى عبارة عن ايه احنا قريش دي اصلا جزء ان العلاج بيبقى كيه حاجة اسمها تعديل السلوك بمعنى ايه تعديل التفكير اللي هو التروما اللي حصرت لها اول الازمة الصدمة او الازمة اللي حصرت لها نشوف الاول سببها ايه لانه سببها لو فيه معلومات خاطئة حد بياخدها من بره المفروض ان هو ايه يتجند ان هو تغذي معلومات من بره طبعا يعني الاحكام بتاعتك عن طريق يا اما هتلجأي والبعض تماما عن الكتب الرخيصة اللي بتتبعك القصص دي والحكايات والكلام ده كله البعض تمام عنها يا اما هتخذيها عن طريق يعني الفكر بتاع نتاح من السنة ومن الزين يا اما بتخذيها عن طريق الكتب الطبية والاستشارات الطبية بتاعت الداكاترة لكن مينفعش نيسي هتخذي الاحكام دي ابدا يعني كل الحكايات دي ممكن تأدل نتائج سلبية وممكن هي الناس تانية عندهم خبرة مختلفة تماما عندهم مشاكل في الموضوع ده فينقلوا الخبرات الخاطئة للشخص الاخر طبعا اللي هي الخبرات السلبية السلبية طبعا وهي ما عندهاش فكرة فتياخد الـ background اللي تحط في الbrain عندها في المخ كلها هتبقى لإيه خبرة سلبية خبرات سلبية وفي حاجات يعني ده الموضوع ده مقلم ده الموضوع انت نفسيا قبل ما تدخلي عندك المخ خلاص قفل وقرسل الإشارات بكده المشكلة بعد كده تماما انه مش بس بتتقفل لانه المخ بعت إشارات يعني العضلات نفسها بتبقى يعني ما بتبقاش يعني مفروض ان عضلات المخبل عضلة قابلة للإنبساط والإنقباض والإنقباض هي العضل عندها بتبقى مش عارفة هي بتتحكم فيها ان هي يعني احنا جزء منعلمها ان هي تتحكم في العضلة دي ان هي تنقبض وتنبسط اللي هي الطبيعة بتاعت ربنا اللي خلقها لا هي العضل تبقى منقبض وتبقى رفضة ان هي تريلاكس العضلة مش راضية ترتفي وهي ما عندهاش الكدرة ان هي تتحكم في عضلتها خلاص حتى لو حصل حصل العلاقة ده ممكن يسبب لها ألام نتيجة ان هي العضل عندها دايما منقبضة مش بتنبسط ده تبقى الألام اللي هي تحصل ومفيش قبل العلاج يعني حضوث علاقة قبل نتيجة تتعالج ده هو ده المشكلة الكبيرة يعني موجود انا مجرد ان انا او يعني الزوج او الزوج قبل العلاقة اصلا نحصل للنقبض ده فلازم تروح يعني تمل الجلسات بتاعت العلاج والعلاج سهل وبسيطي ماخد شجر اسبوع وياخد حتى لو ما بين الزوجين كانت العلاقة كويسة ما فاش اي مشاكل لكن نتيجة خلافات اثرية نتيجة خلافات ما بين الزوجين ممكن يحصل لها تشنج المهبلي حتى لو ما عندها بداية ما كانش عندها الموضوع ده نتيجة الحالة النفسية اه ده الموضوع التاني اللي هو الدنيا كانت كويسة وبفضأ مش 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 نافع في حاجة غلط دي بقى تحتها كامري اللي هو السنوية اه اللي هو نتيجة سبب اخر قد يكون زي ما انتو تبعي ممكن تكون فعلا اسباب نفسية زدد تتعمل كده خليها متوترة ومش عايزة اه وممكن اسباب تعنيه بقى اللي هو الام الام شديدة في أسفل الدهر تأثر الام البطن تأثر على الموضوع الام البطن نتيجة برضو حالة نفسية ولا نتيجة مرض عضوي مرض عضوي بقى مرض عضوي سبب ثانوي يعني سبب اخر ادى المشكلة تانية ممكن يعني ناكد بقى انه حد عنده الام في بطنه فيمكن ده يكون سبب انه منع سبب تأثير على العضلة نفسها بالنسبة للنسبة ممكن الام الظهر الشديدة تعمل كده اه يتبقى عندها كده انها مش مستحملة يعني عندها قلم تحتة تانية فمش مستحملة فبيأثر على عضلات اخرى في الجسم بالضبط الام بتاعت نفسها للخود تأثر برضو جفاف المهبل لو اي سبب مثلا بارسولين كلانتس جودة تسمعها جودة بارسلونة فيها مشكلة فتأثر على الافراز ذات بتاعت المهبل دي بتادي لتقلصات العضلات برضو جفاف ممكن يعمل فعلا تقلصات العضلات الولادة الحديثة خصوصا لو ولادة طبيعية وفي جرح في المكان بعدها بفترة ممكن ابطول مثلا مش بس فترة النساس لأ في الحد ممكن ثلاث شهور في ناس يبقى الجرح ده يعني بياخد وقت على ما يشاق طبعا يشفق هي القصة برضو ببصي هي علاقة يعني نيوتشوال يعني علاقة صنائية يعني لازم الطرف الاخر يبقى فيه يبقى متفاهم طبعا ويبقى برضو فاهم وقد يكون السبب اصلا مش يعني سبب المشكلة اللي عندها هو بمعنى اي يعني يعني ده بترجع لحالة نفسية سواء في مشاكل او نوع الطريقة طريقة العلاقة نفسها ممكن هي تبقى سبب المشكلة يعني ممكن الطريقة وعدم التقديم ويعني ما هو برضو حدوث العلاقة دي قبل الوقت المناسب ان المرأة تكون مجهزة ليه ممكن يسبب مشاكل بعد كده تانية فلازم يبقى فيه حاجة ثقافة يعني الاثنين فاهمين والاثنين متفاهمين وفيه حاجة تانية اسمها الميذ متفاهمين احتياجات الاخر كلهم متفاهم احتياجات الاخر دي ايه واحتياجاته هو النفسية ايه والجسدية ايه هي تمان بالنسبة للسيدة يا دكتور بتبقى التجهيز النفسي اكبر بكتير والمشاعر بتختلف عن الرجل يعني الرجل يعني التجهيز النفسي مش بيبقى كبير بالنسبة زي السيدة فالنقطة دي مهمة جدا وكي هواها والك على حاجة التجهيز النفسي المشكلة عند الفيميل ان الموضوع اصلا من البريم بيبدأ سيكولوجيكا نفسيا ما بيبدأشي فايزيكا مش بيبدأ عضوية بيبدأ فايزيكا بس برضه خلينا نقول ان المشاكل النفسية ممكن تأثر على قدرة الراجل كمان طبعا من كدر الاسترسة ازاي برضو يأثر عليه يبقى هو عندوش مشاكل عضوية لكن من كدر الاسترسة النفسية يعني بصي هو عمل مشترك بينهم هما التي ما تقدرش تقول ان ده هيأثر على الكميل بس وما تقدرش تقول ان ده مش هيأثر خالص على الراجل حتى لو الموضوع بيبدأ عنده فايزيكا طبعا بس هي الاساس انه يبقى فيه تجهيز يعني انه يبقى في المرأة مجهزة نفسيا قبل ان تكون مجهزة عضويا وبرده لازم تكون مجهزة عضويا كما احنا قلنا الطريقة نفسها طب نرجع ليه النوع الاولاني بالنسبة يعني احنا قلنا الوقاية والطريقة نفسها كاستعداد العلاج الطبيعي ازاي بيجيب نتيجة مع السيدة في المشكلة دي اولا النوعين لو حصلوا يمش النوع الاولاني بس احنا بناخد نفس العلاج نفس العلاج بالنسبة نوعين اه بلص في النوع الثانوي بندور اكتر لو هي مشكلة عضوية بقى من علاجها يعني لو قلم في الضهر اه لازم نبدأ علاج للمشكلة الثانوية لو هي اثرت بشكل بقى والموضوع محتاج لعالاج هناخد نفس كورس العلاج بتاع الموضوع اللي هو الفجانيات الاساسي اللي هو ايه بيبقى يا دكتور بنعمل برقى في اول حاجة بنعمل حاجة اسمها بايفيد باكترينيج اللي هو حاجة اسمها التخذية الرجعية بيبقى جهازة برقى عن بلون بلون مفيهاش هوا بلونة بلونة صغيرة جدا بتدخل متوصلة بالجهاز بتدخل مفيهاش هوا قلص فضية وصغيرة جدا وبتدخل البلونة دي تحتاجها انفليشن تتكبر بالتدريب بلونة صغيرة انه فيه شاشة متوصلة بالجهاز فيها اشارات كده مثلا افس كده يبقى ده انكباض اخر حاجة كده يبقى ده اندساط او ارقام انه كده انت منقبض على الاخر وكده انت بدأت تنبس بقيت من رقم لحد رقم او بتطلع الشاشة دي بتطلع اصوات الصوت ده معناه بتعليميه لها ده معناه انه فيه عضلات جديد منقبض على الاخر او عضلات جديد بقت ريلاكسة واقورد انجل الرقم احنا بنريلاكسة اكثر لحد ما نقدر نوصل لاكتر رقم هي تقدر تريلاكس فيه بتشوف الشاشة وبتبدأ البلون دي تنفلات بتتنفف بالتدريب واحدة واحدة وبنبدأ نعلمها هي بتبقى شايفة صوت الشاشة او شايفة العلامات اللي على الشاشة بتبدأ هي تحاول بقت ريلاكس يعني نفسها اكوردنج للقرايات اللي قدامها بنعم الموضوع ده جنفتين في اليوم لمدة اسبوع يوم بعد يوم لمدة اسبوع وبتبقى كده كفارة خلاص نحصاش اثناؤهم علاقة خالص نحصاش اثناؤهم علاقة نفيش اي ادوية برضو يا دكتر بتساعد على ان هي العضلة بتبقى بانقباض الموضوع شوية متعلق بعضلات الحوض وممكن تدي حاجة موثر ممكن تدي حاجة ممكن تستعمل الحالة النفسية برضو زي ما حديك قلت لازم تتعالج بدور ان هو لما نبدأ في العلاج الطبيعي حالتها نفسية احنا قلنا اول نقطة نعملها في العلاج قبل ما نعمل بايوفيد بال اللي هو البيهيبير الموجيفيكيشن تعديل السلوك نفسه البيهيبير النفسه طريقة التفكير للبارتنر للاتنين لما بيجي حالة زي كده احنا مبنعودش معاها هي لوحدها حازم نسمعها ولازم نسمعها عشان نطلع المشكلة الاساسية فين والمشكلة بتاعت كل واحد فين لان احنا عايزين نعرف السبب السبب اصلا ايه عشان نعالجه يعني ما انتلاه هي مشكلة نفسية لازم نعالجها بينهم و هما الاتنين لكن مش مجهد اعراض بنعالجها لازم نعرف سبب عشان تختفي الاعراض اوه حاجة في العلاج اوه حاجة تعزيل السلوك البيهيبير الموجيفيكيشن فور ال الاتنين وده مش غلط ده مشكلة زي ضهري وجاني و رفت عاجه سواء يعني ده مش غلط سواء للميل او للفيميل ومش عيد لأي من الصرفين يعني لأي من الصرفين اوه بالضبط احسن ما نعيش حياة مش عيدة او مش عيدة فده مش غلط انه هو يروح يعني لو في مشكلة يتوجه لها ولو في مشكلة هي تتعالج منها او هو يتعالج منها ده مش يعني الثقافة دي لا ده مش عيب و مش غلط و حاجة يعني ما فيهاش خجل في زي ضهري وجاني زي رجلي وجاني زي رجلي وجاني زي ركبتي وجعي زي عندي ثمنة و رأي حقس طبعا فالعلاج بالنسبة لين و عيني دكتور بيكون هو الوحيد او بتعدلي بقى بتشوفي المشكلة فين وبنعدل السلوب دي اوي حاجة بعد كده بتقعد على جهاز البيو فيد بقى بتتعلم عن طريق ان هي بتتابع الشاشة دي بالارقام وبالعلامات احنا بنعلمها لها وبنقول لها العلامة دي معناها كذا او الرقم ده معناه كذا او الصوت ده معناه كذا و هي بتبدأ تتابع الشاشة وتبدأ تريلاس ده بيعمل حاجتين بيخالي بيشتغل على حاجتين اولا بيشتغل على اشارات المخ لان هي بقت ايه الموضوع طلع بالنسبة لها او في بيجون اللي هي الرؤية و في او دي تري اللي هي السمع فهي شايفة وسمع وحاسة وبدأت تتحكم في عضلاتها يبقى احنا عالجنا الموضوع من فوق من السنتر في المخ وعالجناه برضو من ايه من العضلات نفسها والمشكلة بتبدأ بقى فترة فترة العلاج بتاخد 2 session مرتين في الاسبوع لمدة مرتين في اليوم لمدة تاخد session وبتريح وبعدها بتاخد session تانية وبتريح وبعدين تريح يوم خالص وبتاخد تمرينات تعملها في البيت وبعد كده بنبدأ نعمل ايه فايدة التمرينات برضو ان هي بتساعد على التقلص واندفاع العضلات هقول لك دلوقت التمرينات اولا التمرينات فيه جزء بتعمله في الكلانت في العيادة ان احنا بنعلمها اول حاجة بنعمل حاجة اسمعها اطالة قد تكون هي برضو عندها مشكلة او تفريهاند ان هي اصلا تكون عضلات اللي يخوض عندها اصلا وصيارة فمحتاج هي تعملها حاجة اسمعها اطالة للعضلات دي مجرد هي عملية الستريتشن ده اصلا 50% من مشكلة الحل وبسهولة بمجرد التمارين اللي ممكن تلجأ لها دي بساعد على اطالة العضلات طبعا هي عضلة فيها تقلص زي نجي ترامب في رجلي هي عضلة زي اي عضلات الجزء عضلة زي كان عندك تقلص في عضلات الدهر زي كان عندك تقلص في عضلات رائد مبرا هينسي روحتي عملتي جلسات وعملنا للعضلة تجيبه ايتي كويس مش تقدلي عندك تقلص في دهر طول عمري هي نفس الموضوع وبعد التمارين دي يا دوتر بتعمل تمارين في العيادة وبعد كده برضو التمارين دي بتفتمج عليها بمعنى ايه بتعمل تمارينات ان هي للحوض والعضلة المهبة نفسها وبتحاول ان هي بنعلمها لها التمارينات دي الهدث منها حكتين يا اما هي زي ما قلنا اطالة يا اما ان هي بنعلمنا ازاي تتحكم في العضلة دي بس ازاي اعرف ان هي عندها مشكلة في طول العضلة نفسه هل الاعتبارات اختبارات نعملها في العيادة بنعمل تست معين لكل عضلة من عضلات الخوض وبنشوفه وبعدين بعد ما بنخلص انا عايز اتأكد فيه جهاز بتوسط برضو بشاشة صغيرة بالارقام من واحد لحد عشرة بنبدأ اولا في الاول استحايل الجهاز بتعتقين دي يدخل نتيجة ان العضلة قصيرة عضلة المهبل نفسه مقفولة اه مقفولة اه مقفولة تماما يدخل وانه هو دخل دي اول علامة امبرومت انها تتحسنت دي بداية بعد تابع هي بتبدأ ريلاكس كمان نشوف اكتر حاجة ادرت من واحد لعشرة تريلاكس كان المفروض يعني على اقل طبية يتبقى من اربعة لخمسة بعد كده وفي ناس بيجيبوا اقل من كده معظم الناس بيقدروا بس اكيد مع الوقت بقى ومع التمرينات هتقدر انها تصل لمرحلة اعلى هو الكرسة هم تلات مرات اسبوع واحد وخلطنا على كده تجي تلات ايام في الاسبوع وخلطنا على كده وتمارس حياتها والمشكلة تتحل خاصة وحضرك وقلت برضو فيه تمارين في البيت انها نجم تتابعها نفس التمارين بتبقى هي هي ولا تمارين مختلفة اه فيه تمارين بس كي حاجة انا بعملها بايدي فاعلمها لها ازاي هي تعملها بناسات طريقة مختلفة ايوه اه اه بس بنتعلمها فلازم يعني تواظب على حاجتين ان هي الجلسات اللي هي زي التمرينات اللي هي في العيادة والتمرينات اللي لازم تتازم بيها برضو في البيت والنتيجة يعني بتبقى بنسبة ايه اه يعني بصي انا كل الحالات الحمد الله اللي اتعلقت ومفيش ولا حالة يعني ما حصلش فيها استجابة يعني كل الحالات استجابت مفيش اه حالة من الحالات ما حصلش فيها تحاسل او 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 لان هي عارفة مشكلة معينة وانت انت تحطيش الدكية على السبب اتعلق انها مشكلة صغيرة وحلها بسيط نظرا ان الخجل وان الناس هتكلمش في المواضيع يعني بقوليك انا شفت يعني حالة كانت بقى لهم اربع سنين وخمس سنين وشفت فت سنين ست وانكمل كلمنا استاذ حسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت يا دكتورة ايه الاسباب بتاعت البرود الجنسي لدى السيدات بعد سن الخمسين وعدم الرغبة ايه الاسباب وقال له عليك يعني شكرا شكرا اولا معلومة خطئة تماما بعد انقطاع الطام الدورة اه اه بيبقى احتياج المرأة للموضوع دوا يمكن اكتر من قبل كده دي معلومة اه دي معلومة خطئة ليه لان مثلا مسئولياتها قلت وتبقى حاضية اكتر انا عايز اقولك انه الناس فاكرة اللي بينقطع في حياة المرأة هي الدورة الشهرية فقط وقدرتها على الانجاب وليس قدرتها على استمرار حياة دنسية او حياة زوجية دا مش دال انقطع بس فالناس رفصة بينديو دي الموضوع غلط تماما بالعكس بعد ده فيه ابحاث برا تعاملت انه بعد لقوا انه الرغبة والنضوغ بتاع المرأة في الفترة دي بيخليها اكثر احتياجا واكثر يعني ايه يعني عندها بقت عندها خبرات النضوغ بالاضافة طبعا الى ايه الالام اللي بتجي لها كل شهر والحاجات دي كلها وبتلخبط لها والموض تبدأ تتحسن شوية مبتئذة بالعكس يعني الموضوع ملوش علاقها خالص بسنة الخمسين طيب دكتور رانيا بشكرك لوجودك معانا وشرفتينه